موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن قتل سبعة مدنيين وجرح عدد آخر في حصيلة أولية لضربة جوية بالصواريخ الفراغية شنتها مقاتلات روسية على التجمعات السكنية في بلدة بسنقول جنوب إدلب بحسب ما فاد به مراسل أخبار الآن أذا وما تزال طائرات الحربية تحلق من حين إلى آخر في الأجواء وسط تحذيرات من مراسد الطيران الأهالي بأخذ الحيطة والحذر قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها إن أفراد داعش ارتكبوا جريمة بشعة في إحدى مناطق الموصل القديمة بعد أن ارتد عدد من مقاتليهم زي الشرطة الاتحادية فعبر المواطنون عن فرحتهم برؤيتهم واستقبلوهم بالهتافات والترحيب لكن عصابات داعش فتحت النار عليهم وقتلت 15 شخصا من بينهم أطفال ونساء حررت قوات الشرطة الاتحادية العراقية نحو 260 ألف شخصا كانوا محتجزين لدى داعش في المدينة القديمة غرب مدينة الموصل وفقا لما أكده الثلاثاء وقال قائد في الشرطة الاتحادية إن مقاتلي داعش كانوا يستخدمون هؤلاء المدنيين دروعا بشرية لعقة تقدم القوات الأمنية العراقية في محاولتها لتحرير الشطر الغربي لمدينة الموصل أعلن الجيش الفلبيني أن نحو 40 متشددا تابعا لداعش قتلوا في هجوم بري وجوي في جنوب البلاد وقال الجنرال إدواردو إنو للصحفيين إن هؤلاء المتشددين كانوا ضمن أكثر من 160 مقاتلا تعرضوا للهجوم في نهاية الأسبوع الماضي في جزيرة منداناو جنوب البلاد أطلقت الصين رسميا اليوم حامل الطائرات ثانية تابعة لها في احتفال لمناسبة نقل الحاملة إلى المياه وهذه السفينة الأولى التي يتم صنعها بالكامل في الصين ويأتي إطلاقها في ظل تصاعد التوتر الدولي حيال كوريا الشمالية وبرنامجها النووي والصاروخية أعلن مؤسس موقع ويكيبيديا الإلكتروني عن خطط لموقع إخباري ممول من الجمهور يقدم قصصا لصحفيين ومتطوعين يعملون معا في مبادرة يأمل أن تتصدى لانتشار الأخبار المزيفة وقال جيمي ويلز إن الموقع الجديد اسمه ويكي تريبيون سيكون من السهل التحقق من صحة المقالات إذ ستنشر المادة التي اعتمدت عليها المقالات كما اصدر أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في نيوزلندا بالونا عملاق لجمع بيانات في الفضاء القريب ليستهل رحلة من المخطط أن تستمر لمدة مئة يوم وصممت ناسا البالون لرز جسيمات الكونية عالية الطاقة القادمة من خارج المجرة عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة